زي ما حضرتك عارف صندوق الناد الدولي حثى مجلس التعاون الخليجي على دعم مصر لو تطلعونا الخبر كده بتاع صندوق الناد لأنه مهمة قوي قبل ما نسمع النائب الكويتي قال إيه صندوق الناد كان بيقول لدول الخليجة أو المجلس التنفيذي يوافق على عقد اتفاق ممدد مع مصر مدته 46 شهر بقيمة 3 مليار دولار وكان فيه إطار بقى داخل البيان كان بيحث مجلس التعاون الخليجي على دعم مصر بشكل كبير جدا وأنه لازم دول الخليج توقف مع مصر ولازم دول الخليج مش عايزة أقول تبقى هي الضامن يعني لصندوق الناد لكن لا هو صندوق الناد عايز دول الخليجة هو على مدار البرنامج يتوقع أن يشجع تسهيل الصندوق الممدد على إتاحة تمويل إضافي لصالح مصر بقيمة 14 مليار دولار أمريكي تقريبا من شركائه الدوليين والإقليميين شاملا موارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال عمليات البيع الجارية للأصول المملوكة للدولة وقنوات التمويل التنفيذية من مش عارف إيه طيب فإحنا عندنا دعوة لدول الخليج أوقفوا جنب مصر شتروا أصول ادعموا مصر وخليكوا معها طيب أي دولة خليجية بتناقش الكلام بيتكلموا فيه محمد البسط لعشات عم السعودية من يومين جيت دور على الكويت نائب كويت الحقيقة في مجلس الأمة وهو أمين سر المجلس المستشار أسامة الشهين الحقيقة رفض الكلام ده وحذر دولة الكويت من ضخ أموال جديدة لمصر خلينا نشوف قال إيه بسم الله وبحمده ولما كان للمال العام حرمة شرعية ودستورية وقسم أقسمناه على حمايته لذلك أحذر الحكومة من الأنصياء لتوجيهات بل فلنقل أوامر في بعض الحالات صندوق النقد الدولي الذي أنزل البالحة بيانا رسميا في موقع رسمي يطالب فيه بموارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 14 مليار دولار فذلك أحذر الحكومة من مغبة الانصياء لمثل هذه التوجيهات الضارة في المال العام وغير المسجمة حتى مع إرادة الشعب وإرادة ممثلي باستعادة أموالنا المعطلة والمركونة هناك إذن نحذر من ضخ أي أموال جديدة نحذر من تمديد عملية استرداد الوداع المستحق استردادها ونحذر أيضا من التهاون والعودة للعادات السيئة السابقة فيما يتعلق بفتح العمالة سواء ما يتعلق مع الأشقاء في مصر أو دول أخرى ضبط المال العام وأصلاح التركيبة السكانية خطوط حمرة وسياسة عامة هامة لدى الشعب الكويتي وشعارات رفعتها الحكومة وسنراقب حرفيا ويوميا مدى التزامها فيها وتطبيقها لها دمتم ودامة الكويت بألف خير لما سمعت كلام النائب أسامة الشهين الحقيقة أول حاجة جات في بالي هي فاجر السعيد فين؟ طبعا فاجر السعيد أنتم عارفينها نائبة خسرانة دخلت انتخابات وخسرت بهزيمة مضلة إعلامية مثيرة للجدل وهي من أكبر الدعمين للنظام العسكري في مصر ولمبارك قبل كده وضد ثورة يناير وضد إرادة الشعب المصري على مدار سنين طويلة جدا العقد الأخير الحقيقة فاجر السعيد دايما كانت ضد مصالح الشعب المصري دايما كانت مع السلطة في مصر اللي ضد مصالح الشعب المصري سواء مبارك أو المجلس العسكري أو عبد الفتاح السيسي فالحقيقة لقينا فاجر السعيد هي أول حد راضد على النائب أسامة الشعين مفروض نهم كويتة زي بعض الراجل بيتكلم على مصلحة بلده الراجل بيتكلم على الحفاظ على المال العام لبلده الراجل بيتكلم على أنه لا يا جماعة ما ينفعش ننصاق لشروط صندوق النقد الدولي ولازم نفكر ولازم نقعش في الأخطاء والكلام ده كله فدخلت فاجر السعيد ردت عليه رد اللي هو الإكستريم لازم نروح لحتة تانية مفاجأة كده حاجة غريبة شوية فاجر السعيد دخلت ردت عليه قالت له هذه أوامر المرشد وإلا أنت ما تحب مصر مش عارف إيه وإيه مصر عمقنا الاستراتيجي السيسي صمام أمان لن تتركه دول الخليج كلها للوقوع حتى يعود حزب الخراب صرح مما تشاء فصوتك لن يسمع أو لن يسمع صداه إلا مكتب الإرشاد يا ست فاجر مكتب المرشد في السجن ومكتب الإرشاد في السجن أصلاً فمش موجودين والله لا مكتب الإرشاد موجود ولا المرشد موجود والحقيقة أنا استغربت يعني أنا لما سمعت أسامة الشاهين ودخلت قرأت عنه وعرفت يعني هو من أنا وحزبه كلام ده كله الراجل كلامه كان بيتكلم على بلده أوكي بيقولك لا يا جماعة ما تدوش فلوس للنظام ده وما تسمعوش كلام سندورنا ده ولا عايزين نحافظ على فلوسنا فاجر السعيد مش بتناقش هنا المال العام الكويتي لا هي فاجر السعيد عندها أزمة نفسية مع حاجة اسمها الإخوان المسلمين يعني أينما تكون فاجر السعيد لازم تتكلم عن الإخوان المسلمين ودي مش مشكلتي إن أنا يعني هي حرة مع الإخوان تهاجمهم ما تهاجمهمش الإخوان يردوا عليها ما يردوش عليها مش دي قضيط يعني بس هي بتعرف تلبس أي موضوع للإخوان المسلمين وحتى الحلقة دي وإحنا بنناقش أسامة الشهين وإحنا بنتكلم هتلاقي فاجر السعيد كتبة تويتها تقول لك قناة مش عارف إيه الإخوانية ومكتب الإرشادة الذي أرسل للمزيع يعني عارف هي عندها هسهس اسمه جماعة الإخوان المسلمين تمام ربنا يشفيها ويعفيها فيه وتحاول تاخد علاج وتحاول تتعالج يعني من القصة كتير زيها كان عندهم أمراض ومشاكل نفسية وهسهس وهوس من موضوعات بعينها سواء الإخوان أو غير الإخوان تمام يعني تراجع مع أي طبيب وتحاول تتعالج وتبعد عن الناس يعني لكن الفكرة في قصة اللي النائب بيقول وهو ده اللي أنا عايز أتكلم فيه يا جماعة هو الخليج بيدعم عبد الفتاح السيسي ولا بيدعم مصر ده نقطة مهمة خلي بالك هي فجرة طلعونا التغريدة كده تاني هي ربطت ما بين الاثنين فيه نقطة طلعوا تغريدة فجرة تاني يا جماعة لأن هي فيها نقطة مهمة أولى إيه هي هذه أوامر مصر عمقنا الاستراتيجي تمام لو أن فجر السعيد توقفت هنا لقلنا أنها تحب مصر وتخشى على مصر وتريد أن إيه تريد إيه إنها تدعم مصر بس بص بقى بقي الجملة عشان تعرف فجر مع مين فجر السعيد مش مع مصر يا أخواننا فجر السعيد مع السيسي سمام أمان ولن تتركه دول الخليج كلها للوقوع هو السيسي مالو يا جماعة ما يقع المهمة مصر ما توقعش يا فجر يعني لو أنت قلبك على مصر فهتقولي إيه مصر عمقنا الاستراتيجي ولن تتركها دول الخليج كلها للوقوع وكملي اشتيمة في الإخوان يعني كملي خلاص دي وجهة نظرك ده الايدولوجي بتاعك أنت ضد الإخوان المسلمين مش عايزهم يرجعوا أوكي تمام يعني ممكن نتناقش نقول خلاف سياسي لكن إنك حصرت القصة حطتي مصر بالغلط كده مصر عمقنا الاستراتيجي طب والباقي عن السيسي السيسي هو اسمام الأمان ولن تتركه دول الخليج للوقوع الله يعني أنتوا بتدعموا السيسي طب ما يبقى كلام النائب صح ما أنتوا مش بتدعموا مصر بقى ما هي مصر أكبر من السيسي يا فجر لو أنت مفهومك عن الدول أنهما أشخاص فأنت غلطان روح يرجع نفسك وانت بتتعالجي من هوس الإخوان راجعي نفسك فيبوا لتنين مع بعض إنما قصة لن تتركه دول الخليج ما هي دول الخليج مش بتدفع يا جماعة هي دول الخليج بتدفع للسيسي لو أنتوا بتدفع عشان عفتاح السيسي فالشعوب الخليجية تراجع قيادتها لو أنتوا بتدفع عشان تساعدوا مصر الله أخ كريم وابن أخ كريم كتر خيركم دول شقيقة وابتدعم بعضها مش كده ولا إيه لكن قصة إن إحنا في 2023 حصر دولة بحجم مصر وإزمتها الاقتصادية فإن إحنا لن نترك السيسي يقع ده شغل عيال بصراحة يعني ده بيخليكوا شركاء في الجريمة يا فجر بيخليكوا أنتوا كمان متورطين في جرائم عبد الفتاح السيسي أمام الشعب المصري طيب تعالوا نشوف مع بعض كده الودائع والقروض الكويتية تحديدا من 2013 لحد النهاردة كانت بأدئة يعني الناس دول دعموا النظام أو دعموا مصر بأدئة طيب في سبتمبر 2013 وفقا لجريدة القبس الكويتية وديعة كويتية في البنك المركز المصري ب2 مليار دولار بعد كده في 2015 القبس أيضا بتقول وديعة كويتية في البنك المركزي بقيمة 2 مليار دولار تمام كمان فيه 3 مليار دولار إجمالي 36 قرد من الكويت لمصر من سنة 1990 لحد 2020 ده وزير الخارجية الكويتي السابق أحمد الناصر هو اللي قال التصريح ده وكمان قال لوزير الخارجية الكويتي السابق أحمد الناصر أن في أكثر من 13 مليون دولار من هذه القروض على هيئة منح ومعونات فنية الجريدة الرسمية المصرية بتنشر في يوليو 2021 أن مصر حصلت على قرد ثاني من الكويت لمشروع مياه بحر البقر بقيمة 55 مليون دينار كويتي قناة العربية في يناير 22 بتنشر أن في قرد مشترك بقيمة 3 مليار دولار من بنوك كويتية وإماراتية لمصر في نوفمبر 2022 البنك المركزي المصري بيقول أنه تم تمديد الودائع الكويتية لدى مصر في نوفمبر الماضي وفي ديسمبر 2022 جريدة القبس الكويتية بتقول أنه إجمال الودائع الكويتية في مصر حتى ديسمبر 2022 هم 4 مليار دولار إذن في أموال كويتية كثيرة دفعت الحقيقة فجر السعيد شايفة أن مصر عمقال استراتيجي بس الفلوس دي بتتدفع عشان تبقي السيسي وأنه ما يقعش النائب البرلماني أسامة الشهين شايف أنه لقى يا جماعة ده ما لعم كويتي وما يصحش أبدا أنه يتم تبديده بهذا الشكل ونقع في نفس الأخطاء السابقة تعالوا نشوف تويتر قالوا إيه للنائب أسامة الشهين بعيدا عن فجر السعيد والهوس بتاعه فهدي بيقول دولة مثل مصر تمتلك ثروات وموارد وإمكانات ضخمة فوق هذا مساعدات ودعم من دول الخليج لا زالت غير مستقرة اقتصادية المشكلة واضحة ومعروفة وحتى لو تم إعطاء مصر 100 مليار لن يستقر اقتصادها ولا قيمة عملتها وستطلب المساعدة مرة أخرى مع هاشتاج بطلو هري وأيد النائب أسامة الشهين أما صلاح الهاشم فقال شكرا بحجم السماء للزميل النائب الفاضل أسامة الشهين حين انتفض لكرامة الكويت وأهلها بإعلانه رفض خضو حكومة الكويت لضغوط صندوق النائد بصرف مليارات لمصر أموال الكويت لأهلها ولا يجب أن يصرف دينار واحد دون موافقة مجلس الأمة مع بيان الأسباب جزاك الله خيرا أبو عيسى وبرك الله بك تغريدة كمان من سارة بتقول الشعب أولى بثروات بلده من مصر وغيرها لإمتى هيعطوا الدول مساعدات ومنح والشعب محروم من ثروات بلده اتقل الله في الشعب الكويتي اللي بيعاني من قرود وغلاء معيشي اتقل الله يا حكومة في شعبك جد طفح الكيل أما أم عبدالله الكريم فقالت وما هي الفايدة من ضخ المليارات وماذا فعلت المليارات السابقة لم يتغير من وضعها شيء هل الموضوع فقط ضخ مليارات دون تنمية أين تذهب المليارات وهل في أحد شريك بأموال الكويت نحن أحق منهم بأموال الكويت المواطن أصبح يعاني من ذلك كفا شوف خلاص تمام يعني فكرة التكافل ما بين الدول شيء مهم آه شيء مهم بس بأمانة عبدالفتاح السيسي يخد فلوس الناس دي وضيعها عشان بس أكون صريح أنا مواطن مصري آه فكرة أن الدولة العربية تدعم بلد وتوقف جنبها ده على العين والرأس زي ما قلت أخن كريم وابن أخن كريم كتر ألف خيركم سواء الإمارات أو الكويت أو السعودية لو بتدعم مصر لو الشعب المصري بتوصلوا الفلوس دي لكن يا جماعة الخير الفلوس دي مش بتوصل للشعب المصري الفلوس دي هو بياخدها ما نعرفش بيعمل بها إيه يعني إحنا عارفين يعني بيحطها في عاصمة إدارية بيحطها في نجفة بيبني بها أصور والكلام ده كله لكن إنتوا شايفين الاقتصاد المصري إنتوا شايفين المليارات اللي ديتوا قالوا قبل كده بيعمل بها إيه بيضيعها والأبواق اللي عندكو زي فجر السعيد شايفة أن الفلوس دي آه شايفة أن وظيفة حكومتكو إنها تبقي عبدالفتاح السيسي في مكان شايفة أن وظيفة حكومتكو إنها لا تترك السيسي يقع أصلا عندنا هس هسم الإخوان مصر أكبر من الإخوان مصر أكبر من عبدالفتاح السيسي مصر فيها شعب بيعاني بشكل حقيقي من عبدالفتاح السيسي وعلى حكومات الخليج إنها تراجع نفسها لو أن الدعم ده بيوجه لإبقاء السيسي كشخص فأنتوا مجرمين زي السيسي بالزبط لكن لو الدعم ده بيقدم للشعب المصري في عبدالفتاح السيسي ليس أهلا للحفاظ على هذا الدعم